زار وفد من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام بمحافظة الشمال سيناء حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول كيفية استقبال الجرحى الفلسطينيين ونوعية الإصابات التي لاحقت بهم والجهود التي يقوم بها الفريق الطبي في علاجهم هذا وقام الوفد الأوروبي بتفقد مخازن المساعدات اللجستية بالعريش واستمع إلى شرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصرية حول كيفية استقبال المساعدات وتخزينها وتكودها وإرسالها إلى قطاع غزة وحجم المساعدات والدول التي قدمت المساعدات وأنواعها كما قام الوفد بزيارة المنطقة اللجستية في مدينة رفح التي قامت المحافظة بإنشائها لاستعاب شاحنات المساعدات خلال فترة انتظارها تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة بجانب تفقد ميناء رفح البرية نحن نقدر الدورة المصرية الكبيرة في مساعدة الناس في قطاع غزة سواء من خلال المساعدات الإنسانية والغذائية أو من خلال الجرحة والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات ونحن نعلم الوضع الإنساني الصعب داخل القطاع ونحن نعمل على وقف إطلاق النار بين الجانبين وعودت المحتجزين الإسرائيليين وكذلك لا بد من فتح معابر وطرق جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة ولا نريد أي دماء جديدة كل الإسرائيليين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة